اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات ثنائية مميزة دليل على متانة اسس التعاون والتنسيق المشتركة مشيرا سموه الى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وهمية مواصلة تطويرها بما يسمو في فتح افاق ارحب بمسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد رودي دارموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين حيث نوه سموه بما وصلت اليه العلاقات البحرينية البريطانية من مستويات متميزة في مختلف المجالات وهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين معربا سموه عن تقديره للتعاون المثمر بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يتعلق بجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا وتسهيل توفير اللقاحات للمملكة التي ستسهم في حماية كافة افراد المجتمع من الفيروس وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضاء على الساحتين الاقليمية والدولية